بوزلت احنا ذكرنا المجموعة اللي سفرت رفقة قفلة الاهل الى الطريق المؤدي الى رفع لغاية النقطة اللي اسمح بيها امنيا لكنه اذا كانت المجموعة دي هي اللي سفرت مع القفلة فوراء المجهود والمشروع والمبادرة كلها جهود كتيرة لكل الادارات في النادي الحقيقة كله ادى دور واعضاء النادي الناس اللي ساهمت والناس اللي شاركت فكان لها جهود كبيرة جدا الكل بيشكر عليها الحقيقة وانا قلتلكوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اتمنى ان مبادرة الاهل قفلة الاهل تفتح الطريق لقوافل كل الاندية وكل الاتحادات الرياضية كله يقدر يقدم ويساهم ويساعد على قدم يقدر المنتخب المجموعة بتاعته في مجموعة الاولى كسب جيبوتي 6-0 اسيوبيا في مباراة ضبابية تعادل مع سيراليون 0-0 ضبابية لانه المباراة تأخرت كتير في المغرب لظروف الطقس والضباب الشديد اللي كان موجود بكرة الجمعة بوركينا فاسو هتلعب مع غينيا بيساو ده في اطار هذه الجولة يبقى الجولة الاولى هتلعب ده مباراة مهمة علينا ان نتابعها بمطالة امام لانها هتقول لنا حاجات كتير طيب في المجموعة التانية الكونغو الديمقراطية فازت على موريتانيا 2-0 والسودان اتعدلت في ملعبها مع توجو 1-1 يوم السابت السنغال هتستضيف جنوب السودان المجموعة التالتة رواندا في ملعبها اتعدلت مع زنبابو 0-0 ونيجيريا في ملعبها اتعدلت مع لسوتو 1-1 وجنوب افريقيا هتلعب مع بنين يوم السابتة هيكون طبعا برستاقوا معهم لما نقول ان القوة الكوروية في افريقيا بقيت ما تقدرش تقول مي قوي حد يقول ان نيجيريا في ملعبها تتعدل مع لسوتو صحيح عشان كده جنوب افريقيا في المجموعة ده حتى وان كان هي في التصنيف التاني لكن اعتقد هتبقى خطر على نصور نيجيريا المجموعة الرابعة الرأس الاخضر مع انجولا هيتلعب بكرة سوتيني مع ليبيا والكاميرو مع مورشيس التلات مطشات اول مطشين دول بكرة ان شاء الله كل التوفيل للمنتخب الليبي ان شاء الله المجموعة الخامسة المغرب مع ايريتريا طبعا اتأجلت او اتلاغت لانسحاب ايريتريا زنبيا مع الكنغو الجمعة ويوم السابت النيجر مع تنزانيا المجموعة الستة بورندي مع فازت على جنبيا تلاتة اتنين والجابون فازت على كينيا اتنين واحد والجمعة هتلعب الكودفور مع سيشل طبعا كودفور المرشح الاكبر في المجموعة دي المجموعة السابعة المرشح الكبير بتاعها منتخب الجزائر فاز في ملعبه على الصومال تلاتة واحد وموزنبيق فاز برا ملعبه في بيتسوانا تلاتة اتنين والجمعة هتلعب غينيا اوغاندا المجموعة التامنة اللي فرس الرهام فيها نصور قرطاج بكرة جمعة تونس هتستضيف سوتومي وعالي معلول غاب عن هزي المشاركة للإصابة مسافرشي وليبيريا هتستضيف ملاوي لكن غينيا الاستوائية النهاردة كزمة نبيبيا واحد صفح المجموعة التاسعة والأخيرة اللي فرس الرهام فيها منتخب غانا وبينفسه منتخب مالي مالي هتلعب بكرة في ملعبها مع تشاد وغانا هي رخرة هتستضيف مدغاشقر وبنزر القمر مع أفريقيا الوسطة عارف إن أفريقيا الوسطة دي أهيان برد أقصتنا والتصوير أنا بقولك احنا كل 3-0 في ملعبنا اه وكان بردل مكسر الدنيا طيب الجمهور يعني الرجل فيتوريا إنني قال حاجة يعني قال إن احنا بنحس عايز يقول بالحرج والخجل إن احنا لما بنروح نلعب أي دولة أفريقية بنلاقي ملعبها مليانة جمهور ليه جمهورنا مش بيجي لنا ليه؟ أه أولا أحد الأسباب المهمة جدا أنا عايز كل الأسباب بس أحد الأسباب المهمة جدا العادة العادة إن إحنا يا جماعة هنتقابل فينا عشان نروح مع بعض المجر أهلوية وزم الكوية وترسانوية كنا بنروح مع بعض في عربية واحدة ونقعد على المدرج الأسفلت مع بعض وكل حاجة يعني وزل الأمر كذلك حتى بعد فصل الجماهير عن بعضها إلى بداية الألفية من بعد 2010 وبدأ العزوف تدرجيا من خلال تحجيم عدد المسموح لهم بالتوجه إلى المطشات وزواهر أصبح الجمهور متلخص في الألترس والروابط الشبابية أكتر من العائلات يعني أنت أما جينا في 2006 أو 2008 2006 تحديدا عملت حرق هايل جدا في البيوت يعني أنا أذكر أن بنتي صور المدرجات كانت بنتي أول ما تتروح في حيات كان في 2006 وكانت حريسة تروح ما هيش عارفة ما كانش عندها اهتمام كرة والخوانص شوفوا كانوا شايلين إيجبت فأنت العائلات والأطفال الصغيرين اللي كانوا بروح رفقة أهليهم كبروا وبقوا شباب جم يروحوا بعد كده لقوا أن ما فيش مش متاح أن تروح فلما تبتدي مع الأندية تحجم الجماهير تختفي طبيعة الأسر الحريسة أنها تروح المطشات لذلك تجد الإقبال الجماهيري موجود في مطشاتك الخارجية في الجاليات المصرية في الدول العربية والخليج شوف منظر إيه الجمال ده إيه اللون المبهج ده إيه الدفء اللي بيحسوا اللعيبة دي إيه المسرح المليان وانت بتتكلم ده ده شكله يعني استاد القاهرة يعني 80 ألف متفرد أنا أذكر يوم لإسماعيلي ما كان بيلعب فينال أفريقيا الناس كانوا متسلق الصواري الإضاءة يعني أنا روحت واستاد القاهرة يعني أنا روحت في الملعب والتدافع ودخلنا وبقينا مسكين في الصور الحديد ده ويعني لا كان فيه حرص شديد ومتعة إنك رايح وليك خطتك هتروح إزاي وتجيب إيه معك وتاكل إيه وتشعر تروح فين الأول وتخرم المطش وتروح فين حياة ولذلك كرة القدم كانت شغف في كل البيوت آه هي فيه اهتمام بها دلوقت بس اهتمام متصنع من خلال تحفيل من خلال إشكالية من خلال يعني زرع مشاكل بين الجماهير وبعضها يعني بقاش الموضوع المتعاهية اللي مجمع الناس لابد أن يعاد من خلال الأندية الأول العادة بتاعت الجماهير يسمح لجماهير أنها تروح بكامل الطاقة ومعني مش مسؤول يعني أن الجماهير هتتخنق مع بعض ويقولك في الجونا أصل الجمهور الأهلي لا أنا مالي واخد بالك دي صغيرة هتختفي بص في العداد القليلة أصحاب الصوت العالي والسلوك النشاز هم اللي بيسيطروا صوتهم باي باي؟ بتحسوا طب لو إحنا بقى الحضور طاغي هتجي العائلات والأولاد والسيدات والرجالة زي ما بيشوف هذا الكلام بره أنت ما بيجي يلعب الأهلي والزمالك مثلا في دولة عربية ماتش السوبر بيشوف إيه بيشوف عائلات أنا ماتش السوبر لفات لما كنا في فابوزابي خارجين مع جمهور الزمالك وبنتكلم أنا وإنت في الشارع وجمهور الزمالك بدعبات ده بيعلق بكلمه وده بيقول كلمه وبنتكلم لا وفي حوار بيننا وبينهم هو ده الطبيعي مش الناس تبقى بتتفضى بعضها لحسن يحصل خناء طول ما أنت سايب أنت المتطرفين متصدرين المشهد لوحديهم أنت الآن منهم وهم بيزيدوا فيها سيب الدنيا ورجعها لطبيعتها يبقى العودة الأول لجماهير الأندية للمدرجات عشان تسترد العادة تسترد طبيعة الأمور وعادة تردد إلى الملاعب والشغف والجيل الجديد يعرف طريق الأستاذ وشغف العيلة يبقى من يوم الفسح الجميلة أنا وأخذ ولادي ومراتي ورايح الملح ده انت شرط الحاجة من سباة العادة فؤاد المنصة الله أرحمه كان عامل فوزير عام فؤاد رايح الأستاذ مثلا ده ازاي دي وصباح بحب الأقل وإزا مالك محترى ولا مش عادة لا فوزير يبقى اسمه عام فؤاد رايح الأستاذ فيسأل على اللعبة كل حالة يسأل على لعبة معينة من فوزير رمضان ده ده ليلا على إنه دي كانت عادة مش عادة محدش بيناقش إنك مش رايح الأستاذ أيوة يعني الناس بيتناقش إن ده جزء من الحقيقة فقاعد بتاع أهم مفواد رايح الأستاذ برنامج البرامج للوقتي فاضي أديك شايف وإيه ده وبعدين إيه يانيتك بقى فاضي إنما تلعب مستقل ويتقفل الملاعب عشان بتتصلح يعني مش أجواء طبيعية المناخ العام لكرة القدم مش طبيعي وفكرة إنك أنت مجميع تسيطر على المود والمزاج عشان تستعرض نفسها وإنها المحبة وتخلق أضايا خلافية عشان كل ما زرق الخلاف يباني إنه هو اللي بيحب نديه وبيدفع عنه ده وضع غريب جدا الطبيعي إنك أنت تبقى عايش كرة القدم الأول الطبيعية اللي فيها وفيها خناقة خناقة يعني إيه مش نضرب بعض بالرصية خناقة كده نتكلم شغف الملعب اللي هي بيسموها مشادات ما هي مشددة حد بيشد حد يعني 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 شيل الرف إيه ده هذا التعبير اللي بان سازج قوي شيلوا الرف كان هو ده أقصى ما يمكن أن تحتاجه فأنت النهاردة العدد دي لازم ترجع ولازم مش ترجع وتلقى عوامل جاذبة لتوجوها من خلال تهيئة الملعب أيوة لاستقبالها وإراحتها يعني الملعب بره أنت عارف أن بره لما العدد بيزيد فيه ساحات خارج الملعب يحط لهم شاشات شاشات وكافيتيريا وتوع تتفرر للستاد البديل في النطاق بتاع الاستاد ولذلك كل استادات وفيه بناوين فياقرة لرجال الأعمال تشتغل فيها طول الأسبوع تخشها من بره وييجي يوم الماتش يقزم صحابه على الغداء ويروح اللافف بقى بيبص على الملعب يتفرج على المرش وجزء كبير جدا من إرادة الأندية اللي عندها للستادات دي من المنصات دي المنصات اللي إنها غالية كرة القدم مليئة بالفرص مليئة بالبهجة اللي احنا مش عارفين ننتزعها من كرة القدم ونخليها تسود طيب انت قلت يبقى فيه تسهيلات في الاستاد دي حاجة وتسهيلات للوصول لأنه أنا برضو هفكرك تاني خدمة الاستاد التوبسات النقل العاب كانت في كل الميدين يوم المتش خدمة الاستاد افتكر الاستاد لما كان في العباسية وكان الناس تراه منعزلا عن القائرة وإن احنا كنا ننزل في ميدان العباسية ونتمشى لحد جوه لحد ما قالوا عزين نساهل على الناس فبادأت فيه وتبسات تاخد الناس من ميدان التحرير ومن العباسية ومن ميدان ركسي احنا ايام الجامعة كنا كذا مطر في المطرات اللي بالليل نيجي من الاستاد للمدينة الجامعية بالليل ماشي كان فيه جمال بقول لك كان خطة اليوم ده كان بتاع الكورة خروجة حلوة من الصبح لبلليل ده يوم الكورة فين ده فين ده وانت خارج مختلطين الجماهير مع بعضها وتتكلموا وده شفناه لحد النهاردة في الأجواء الطبيعية وانت بتدلعب برة اي فاحنا عايزين هزيه الأجواء الطبيعية وعايزين شأن اي مجتمع اللي يكسر الاشارة يتعاقب مش معنى كده ان انا اسيب الحبل على الغار لا امنع المرور مش شارع لا اقول الاشارة طبق حمر على طول لا اللي بيعمل حاجة غلط يتحاسب حدم الجمهورو بيتجاوز سهلة بقت فيه كامبيرات وفيه أرقام للكراسي للواتي واللي يكسر كورسي مفيش حاجة اسمها النادي يصلاحه هو يصلاحه مش توقف تتنططلي الدخط على الكورسي وانا صلح وراك يعني بدل ما اخد اراد انا بدفع بالعكس ده فرصة لتقويم السلوك انك انت بتحسسه بشخصية العقوبة بشخصية العقوبة لاني بقى سهل طبعا تعرف مين انت اللي هتربي السلوك ده في الاستاذة باش ماندس وشركة تذكرتي عاملة حاجة كويسة بقيت عارف مين لي بيروح الاستاذ وقاعد فين وتدي له التذكرة الرقم كام وقاعد فين واخد بالك حتى انت لو خدت التذكرة ديتها اللي واحد ما عرفته انت بقيت مسؤولة انت اللي تعاقدت معي حصل هنا مشكلة مش الاندية اللي تدفع الغرامات برضو لا ما هو انت دلوقتي الاندية محملة بكل شيء ومحملة بعدم الحضوك اللي هو قرات ضخمة جدا احنا عملي نقولي ان الاندية ازاي تقدر تزود مواردة ازاي كان مواردة طبيعية على قد ما هي تمثل انت عارف انا مرة عملت بحث مع الدكتور سعد ايام الادارة والراجل ده لانه عقلية علمية عملنا بحث الهرم عندنا مقلوب ستين في المية من اراضات الاندية مش جاي من الرعاية جاي من حضور الجماهيري بره مش من خلال تذكرر مباشرة السيزون تيكت والمقطورات والحاجات اللي بقولك عليها دي تعارف تأكيدا لكلامك ودي طب انت مش هتقدر تعمل لانا ليه لان لسه انت ملاحبك مش ثابتة طيب ولذلك اعول جدا على بناء استدل النادي اللي نقدر ننافس من خلال الافكار دي تعارف تأكيدا لكلامك انا اهتمت اعرف مكاسب الوداد من الدورة الافريقية مش بس انه اخذ تلاتة مليون دولار جايزة الوصيف لا الحضور الجماهيري بتاعه وصل لي مليون وتلت تقريبا مليون تلتمية وعشرين دولار ايوه مليون وتلتمية وعشرين دولار عائد ايه تلات ماتشوات شوف ماتشو بدأ الاول لعب مباراة مع ان ينبا ثم لعب مع الترجي ثم لعب مع ساندونس تلات مباراة في مجمع محمد الخامس في الدر البيضة زاد على المليون دولار عوائد بيع الجماهير تذاكر فقط ترجمة نانسي قنقر